جايزات ازيكم عمي اربوكم بخير طبعا قبل ما نبدأ في فيديو نهاردة حطوا لايك واشتركوا وبس كده خلونا نبدأ طبعا مبدئين يا جماعة كل المشاهير في الفيديو ده انا بحبهم بحبهم جدا كمان كنت متابعة ليهم من قبل ما بقى مشهورة اا وحرفان يعني بحترمهم بشكل فضيع طبعا هما بيحترموني برضو فمفيش اي قرهية يعني في الموضوع اا بس انه مجرد فيديو احبيت اقول لكم يعني ان حصل بصوا عندكم اربع مشاهير ضفتهم اا وبرلكوني مش انا لبرلكتهم تمام في طبعا اللي ما كانش واصده واللي ما عندوش مكان واللي عايز يضيف حد تاني غيري فاهمين يعني في منهم معزور وفي منهم مش معزور بس طبعا في النهاية يعني ده برحت هو مش برحتنا احنا احنا مش نحقق مع حد فاهمين المهم يا جماعة اول مشهورة ضفتها اا وبرلكتني خلونا نبدأ يا جماعة بالسهل الحلو يعني اللي هي مثل تمام او رجال محمد اا مثل اللي دي بس طبعا موضوحها كان محلول يعني احنا كنا بنلعب تمام يعني انا كنت برعب تمام كنت برعب بماب بيوت مع اخويت اوكي وقابل ما ادخل الماب اا كنت بصورت اصلا ساعتها في فيديو يعني فاهمين وحوالي الموضوع ده يا جماعة حاصل من سبع شهور او حاجة زي كده كنت بصور انا اخويا فيديو في ماب بيوت تمام اللي لو قابل ما ادخل يعني ليت مثل رجال كانت برضو انلاين كانت بتلعب ماب بيوت اتوقع يعني كانت بتلعب امام تو كانت بتلعب يا جماعة فاهمين فالساعتها اتكلمت مع اخوي وقلت له وبصت ضيفة رجال محمد وكده يعني المهم بعد ما خلصت تصوري وكده يعني طلعت برا ديسة بشوفي في النجلس وكده ليتها مش موجودة حرفين قد بك انا ياهو في ساعتها الا ما فيش دقيقة لقيت شعار جايلي كتبالي تعليق لما انتي هتبلكيني مش عارفة بصراحة كتبالي ان دخلت على تعليلتها مع ساحته بس كتبالي هو انتي خلتيني ضفتك لما انتي هتبلكيني انا هنا ساعتها كان قلبي هاو في رجلي والله العظيم لان حرفين انا ما بلجتهاش وهي كانت مفاكراني ان انا بلجتها وانا كنت مفاكران ان هي بلجتني فاهمين لو حصل لاج او حصل جليتش كده والاضافة الطارت مش عارفة بصراحة احمر حد دلوقتي انا وهي ما نعرفش مين اللي بلجتاني بس حرفين يعني انا عارفة نفسي مش انا وهي عارفة نفسها مش هي برضو فيعني اكيد مش احنا حصل لاج او جليتش او هاك المهم يعني جماع رحت على طول بعدها اتضفتها يعني ودي موضوحها تم تمام المهم المشهورة اللي بعدها وهي بلوجود بصوا دي موضوحها حكاية بقى بصوا دي بلوجود انا كنت ضفتها بس قبل ما ابدأ قناة يعني كان عندي قناة بس ما كنتش مشهورة اوي حوالي كده عشر تلاف خمس تلاف سبع الاف يعني فهمين يعني كنت لسه صغيرة تمام هي طبعا ما كنتش تعرف برضو اللي انا اللي انا عندها يعني او اللي انا عندي قناة اه المهم دخلت في سيرفر اممتو وكانت هي بتلعب تمام مش عارفك كان تجمع او يعني يعني كان بصوا انا كنت ضيفة مشهورة من المشهورة مش عايز اقول اسمها سيكت بتلعب معاه تمام فانا اه جوانت عليها الا اه الاي يعني سيرفر كان فيه مشاهير وكان ضمنهم اللي انا عارفهم بلوجود فانا عطول قلت لها بحبك وكده يعني وهي صراحة كانت وضع اوي معايا اه وكده قلت لها عايز اضيفه بكده وطبعا ضفت انتمام اه ما كملتش اه يمكن يومين اه الا ولاي اللي ضفة يعني حرفين تهيل كلمتها في الشات اه جماعنا حرفين كل الحاجات دي كانت زمان اوي فيعني تلوني ناسية بس في حاجات معايا الدليل بتاعها تماما يعني عايزين ادل اللي انا ضفتهم وكده عندي المهم كملتش يومين بعد ما كده امتها في الشات اه اه في الخاص وتلاها احبك وكده وهي قدت لي عمري ومش عارف ايه اه بعد كده حتى بلكتني تمام برضو كانت صنط عمري ساعتها انا كنت محبها اوي اوي يعني كنت متابعة اي هفهمين فبس انا صراحة مش عارفة هي بلكتني ليه مش مش لاقي اي سبب يعني اه بس اتوقع ان كانت عايزة تضيف حد تاني يعني فهمين يعني حد تاني او اللي عايز تضيف متابعينها او بتفضي اضافات عادي يعني فهمين اه المهمة جماعة الخير المشهولة اللي بعدها وهي ميس لوفيا اتوقع محدش يعرفها لان هي مشهولة قديمة قوي اه من بتوع كوين روب لوكس وغالا جيمز والناس القديمة دي فهمين عرفيا دي اللي موضحها موضوع واكتر واحدة اهرامي ما بينهم بصوا اه ميس لوفيا برضو كان في السيرفر اه كان فيه مشهير اه كانت هي عملت اجام عفنا دخلت الليها اه وضفتها برضو دي ساعتها كنت متابعة بصوا اللي هو ما كانش عندي عشرة تلاف زي بلو جود وكده لا انا مكنش فدحت القناة اصلا اللي هو كانت مع شوقتي اه بلو بتاع ده ميس لوفيا وكاميليا روب لوكس وغالا جيمز وكوين روب لوكس وكل الناس دي بتاع الزمان فالهما دول كانوا بنسبة لي التوب حرفيا اه حتى ساعتها مكونش عرف لسه بلوجود اه المهم اني اه ضفتها اه كانت بتلعب ام ام تو وردو ودخلت و او مي جاد وصياحه وتكفين ضفين وكده يعني لحد ما ضفتني اه تمام ساعتها كانت بتكلم مع حد يعني فتوقع كانت مشغول عني فضفتني المهم اول ما طلعت من الماب اه ما كملناش يوم جدا يوم لقيتها شلط الاضافة والله واعلم مش عايزة اظلم حد كملت يوم ولا ما كملتش يوم يعني او اكتر من يوم المهم اني ما كملتش تلات يام تحت تلات يام تمام اه وده متأكدة منه اه الا وليها بلاجتني تمام وبرضو ساعتها ما كلمتاش في الخاص دي المهم اني عدت اولها طبعا ساعتها في الخاص يعني اني تكفين احب يكون كده يعني بس اه ده ما ردتش علي اوكي اه وبعدين لتهم بلاجتني حرفين ما كنتش اعرف ليه وايه السبب خالص المهم جيت بعدها لما تشهرت يمكن اه اش اسمه طبعا قبل ما تشهر صح زي ما قلتلكم بعد ما بلاكتني انا كنت مظلمة فبعت لها اد من تاني تمام بعت لها طلب صداقة اوكي اه فالمهم جيت بعدها بعد ما تشهرت يمكن حوالي كنت في اه في التلاتينات في الاربعينات في خمسينات خمسين الف يعني من الاد اه مسلوفيا او غلاء طبعا ايوة اسمها غلاء اوكي فقبلت الاضافة طبعا زي ما قلتلكم كنت بعت لها من الزمان او يعني فهي طبيعي مثلا تبحث عن اسمها تشوف اللي في اضافة ما بعتلها من قبل اي انا هتدوس على طول تمام اه فالمهم من ساعتها كنت مشهورة زي ما قلتلكم يعني حرفيا الموضوع ده بقى ده قريب يعني قريب اه المهم انها ده ستاكسبته وساعتها انا برضو كنت مصدوما اني مرة واحدة كده لقيت اه غلو اسم حسابها غلو تسعة تسعة مش عارف ولا ايه اه اللي قيتها بتلعب عندي فاللي هو حصل ساعتها الحال ما استوعبت وبرضو كنت بحبها قوي مع اني كنت مأهورة منها من زمان يعني بس كنت بحبها برضو لسه بحبها اه المهم اه اني اللي قيتها بتلعب يعني وكده ومهم بعد كده بعد كده كلمتها في الخاص بس ما جبت لاش سيرت اللي انا كنت اه اللي انا كنت ضيفها قبل كده زمان وكده يعني كلمتها على الساس اللي انا المشهورة تمام مكلمتها اشها الساس اللي انا المتابعة تمام فالمهم هي ساعتها في الفترة دي في القناة بتلعيتها كتت ساحبة انك انا داخله سانه ساحبة تمام فانا اول ما اكلمتها في الخاص قلت لها ارجع ليه طره الناس كلها انفكراك appointزلتي ليا بعد كده قلت لها ما اعتزلتش طره الناس كلها انفكراك ابزلتي وكده يعني اه الا بتقول لي لا انا انا بنزل بالانستا وكده فقالت لي قولي للعين ديك يضيفوني انستا. فيعني هي بينها يعني بصراحة انا مش عايز احكم على حد طبعا مش عايزة اشوف يعني النص بعد اتظن اسم فمش عايزة يعني انا ما عرفش اللي في نيتها تمام بس انا اللي فهمتو يعني اللي هي قبلتني عشان اول حاجة عشان اتشارت وتاني حاجة عشان اش اسمع عشان في الوقت ده كان عندي دعم فكنت اه عايز اعمل لها اه ناس تعملها فلو على الانستا يعني وكده عشان يبقى عندها دعم على الانستا تمام? اه وطبعا الله واعلم. تمام? اه المهم يا جماعة الخير اني طبعا بكل نيتي انا الطيبة رحت عطول عم تلها ومتدى وكده بتلهم اه ترى ميس لوفيا لسه ما اعتزلت واخدوا الانستا بتاعتها وكده يعني هم تلعون عشرة من الاخر. اوكي اوكي وبعدها ببلك ادني تمام? اه ما علينا طبعا هي اكيد اكيد مش فاكرة الموضوع ده ومحدش من مشاهير دي كلها اللي انا اقولها في الفيديو او اللي انا قلتها فاكر الموضوع ده اللي انا حرفين الحاجات دي مقصرة فيها اوي ويالي هو مواضيع اهراني فاهمين? بس دي اكيد بالنسبة لهم ولا حاجة يعني بالنسبة لهم كنت متابعة دي لكن انا حذف نفسيتي اوي فاهمين? المهم المشهورة الاخيرة وهي مسرورو. حرفين بس اه مسرورو اتوقع دفتها عن طريق اليوتيوب يعني عارفين مشاهير بلوكس لما بيضيفوا بعض يعني كده اه بيقولها بعدتلك طلب وكده يعني. المهم اني اه متهالي متهالي بصراحة مش فاكرها دي اه دخلت لها في فيديو عندها او هي كنت معلها في تعليق عندي اه في قناتي وانا قلت لها بعدتلك طلب صداقي يعني وكده وهي ساعتها قبلتني يعني بنت مشكورة اه قبلتني وكل حاجة وعملت لها وكنت يعني مبسوطة اوي اوي المسرورو ضفتني وكده. المهم ان لو بعدها ما كمناش اه توقع اسبوع دي اللي فاكرها بالضبط اه في الحالة قديمة كمناش اسبوع حرفيا اه الا ولقتها مبلكاني من دون اي سابق انذار فحرفيا اه زعلنا منها من ساعتها اه لاني ساعتها كنت عارفين اللي هو بحاول اضيف كل مشاهير بلوكس فاهمين كنت مجمع محصول مشاهير كتير اوي اه ضيفاهم يعني زادي نساعتها كنت مشهورة بس مكنت مشهورة اوي يعني يعني بين مثلا العشرين والتلاتين ستة وعشرين اه تمانية وعشرين سبع وعشرين الحاجات دي فاهمين فيعني اتوقع برضو ان المسرورو مش هتفتكر المواقف ده بس انا فاكرها اوي اوي كمان وعندي اه سكرين وانا ضيفاها وكده يعني و بس كده يا جماعة الخير ده كان فيديو النهاردة اللي عودتكم حط لايك واشتركوا وطبعا يا جماعة الفانز اللي موجودين بتوع الناس اللي انا قلت عليها حرفين مشهور دي بحبها كنت بحبها وانا صغيرة ولسه بحبها لحد دلوقتي وبحترمها سواهما بيحتلموني او لا بس حرفين بموت فيهم يعني المشهور دي لانو كانوا مع عشوقاتي وانا صغيرة اه المهمة يا جماعة الخير بس كده اه اتمنى محدش ليفها مغلط اه كنت جاي بس اوضح لكم لان في ناس كتير اوي سألت ليه مش ضيفا مسرورو فقلت اقول لكم المواضيع الاهراني من اونا صغيرة اه وبس كده جماعة الخير سلام